وشكرا لكم على اختياركم ووجهة دعاتكم الوطنية التونسية في صباحة هذا اليوم السعيد بإذن الله الاربعة اثنين ديسمبر 2020 جرائد اليوم باش اهتمت نشوفوا العنوين وبعض المقالات في قراءة خاصة لأبو نور وتقديم كالعادة لأمل للجنوب جرائد اليوم صباح النور ونبدأ معرض الصحافة اليوم بجريدة لطن عنوانات في سابقة خطيرة في مشروع قانون المالية 2021 دار المعلمين العليا هل هي كارثة اخرى مبرمجة؟ في قانون المالية 2021 الانتداب المباشر اللي خرجين من الاكول نورمال السوبرير دوما كان في حدود ستة وثمانين تقريبا هم فيقع تقليصه الى خمستاش او ستاش ومبرمجة هكذا وهنا انتلقت اضرابات واعتصامات واحتجاجات وحتى رفع قضية في المحكمة الادارية في خصوص هذا الموضوع الخطير على الطلبة اللي قاعدين يتكون وغاديكا والمفروض انه الدفع اللي بش تخرج تاوى بش تمشي مباشرة للخطط وتمشي تشتغل على روحها لكن في مشروع الميزانية المفروض يكونوا 83 تحديدا بش ياخدوا منهم 15 المدرس فقط في قلب المالية وقع التقليص في هذا الانتداب برش معناها بنسبة مئوية كبيرة من 83 الى 15 البقية اللي هم الاغلبية 75% تقريبا 8% شو مش عمر كما اهتمت لطون بالحوار الوطني في مقال المولدين بارد قال فيه ان الاسباب هي نفسها ولكن نجاحه غير مضمون بالمرة صحيح هنا هل وفرنا سبل النجاح هل فما وفرنا سبل انعقاد هذا المؤتمر او هذا الحوار الوطني لانه فما بعض الاطراف السياسية كان يشارك الطرف هذي انا منشاركش حتى كلمة سيدة رئيس الجمهورية كانت واضحة الواضحة في رسالتها لانتحاور مع الفاسدين قال اشكون هم الفاسدين وهل هم موجودين في الساحة السياسية ويمثلوا قوى سياسية معاينة ومش يدخلوا لهذا الحوار الوطني ثم دخول الحوار الوطني لأهداف يجب ان نوصلوا له مش لمنعوا بلادنا اقتصاديا واجتماعيا ومن الصعوبات اللي تمر بها هكا ولا لا اعتقد انه فما البعض يحب يدخل الحوار الوطني هذا لتحقيق مكاسب ولا لربح نقاط ولا للتموقع من جديد ولا الحصول على مركز نفوذ جديدة ولا كراسي جديدة في الحكومة ولا غير ذلك هذا يزموا يتنسى في فترة ريتك نبدأوا نعايته قبل مذهبين هدنة اجتماعية احنا قبل الهدنة الاجتماعية الان في حاجة الى هدنة سياسية في حاجة الى انه السياسيين يضعوا قدام عينيهم وقدام معناها رواحهم انه مستقبل البلاد في خطر البلاد في خطر مستقبل ابناهم لان وراء سفينة كيف تغرق ما فهمش كون ينجع منها كان غرقت غرقت بكلها حتى نسبة الناجات واحد قال لي تيتانيك ما ومنعوا منها اثنين ولا اثنين نسبة الناجات على الاف اللي لك من في سفينة تيتانيك نقاوها بنسبة 0.001 في الالف فضعيفة جدا فاذا كان غرقنا لان غرقنا مع بعضنا والسياسيين والقوى الفاعلة في البلاد الكلها اجتماعية ولا الاطراف الكلها انا هزمها اتفكر في هذا وتقدم مصلحة البلاد مصلحة البلاد قبل كل شيء نبشيول جريدة لابريس وفي نفس الاطار تحدثت عن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لاطلاق حوار وطني وتكوين لجنة حكمة تتكون من شخصية وطنية مستقلة تحت اشراف رئاسة الجمهورية اي تتركب من الاجنة حكمة مستقلة لا للإشراف على هذا الحوار ولإيصاله في محاولة من المبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل توفرها في ظروف النجاح ما نتحب تقول هدنا نشخف الحوار الوطني لجنة الحكمة هذية واللي هي من شخصيات وطنية مستقلة وثيقات وكذا انا بش توفر بعض ظروف النجاح لهذا الحوار الوطني واللي اعتقد وحسب رأي المرطلعين والمختصين هو ضرورة ملحق آليا من الآليات مش هو وحده آليا من الآليات لتمنعنا في الفترة الحالية وفي ملحقها الاقتصادي تترقت لابريس الى موضوع نقل البضائع اعوى عنوانات مهني القطاع في مفترق الطرق معانات كبيرة في نقل البضائع واذا كانوا نقولوا معانات كبيرة سواء البحرية والا البرية والا الجوية اذا كانوا نقولوا المعانات والمهنيين لزوبراتور هذوم اللي يشتغلوا في القطاع في مفترق الطرق لانو الظروف اللي تصعيبه برش ظروف الجايحة متعاد كورونا غلاء الاسعار في مختلف المجالات معانا نقل الجوية البرية البحري الكيروزين والليسان صغير وغير ذلك ثم مشاكل اخرى ادارية ديوانية عدة مشاكل اخرى تخلي هذا القطاع يعاني المعانات هذية علش كنش نوع تنعكس تنعكس على اقتصادنا الوطني لانو وراه القطاع هذية ما هوش يورد فقط هو يصدر زادف البضاعة اللي احنا ننتجها ونبعثها ويجزم عندها وقت توصل فيه وفهم بضاعات اذا كان تفوت الوقت ندفع خطايا وفهم اللي يرفضها السيد يقولوا ليه انا حاشت بها نهار الخميس انتي بعد الثالي نهار لحد ولا نهار تاثنين ما عاتش قابلة انا سيد اشتغلت خديت من مكان اخر والطريقة الجديدة اللي عاملينها المؤسسات الكوبرا اللي قعدة معناها كيفاش تعمل تاخو في مدن في بلدان معينة تاخو تونس مثلا والمغرب وصي ولا والهند وتصنع فيها هالمواد الاولية ولا تصنع فيها هالبيضاعة متاحها من جينات ومثلا في التكستيل وغير ذلك ما جيتش من تونس عندها معنا عند الحال انا تاخو من الهند فمتخش سنفين كيما خسرنا الفوسفات علاش الفوسفات معناش ينونجوا احنا بشي قعدوا سنفينها ماشي ياخدوا الفوسفات كيما ما ازيت الزيتونة مثلا معرفناش كيفاش نصدروه ونعملوه السعر متاع مايخدوش سنة وفيرة خذو ستونة من اماكن سبانة وغيرة نمشي ولكو تيديان نقلت صيحة فزع لأصحاب المقاهي ودعوة لانقاذ موارد العيش ومواطن الشغل الف من ناس اللي معناها معتش خلط البعض من المقاهي قولولي وشوفتم أصحاب المقاهي مسكر نخرج رابح لكن كيف يسكر هو بشيخرج رابح معناها بشي قل من فطورة الضو بشي خلص من فطورة اللي بشي خدموشكمش يخلصهم فما نستخدم بالنهار حتى المترسمين يقولوا مانا أخويا بيطالب فنية معاش عندي معاش عندي بني نخلص بار أخويا يشكي يخليه يمشي يشكي بيه وعارف اللي هو ما يقدر و بالمجد ما يقدرش كان جاي يقدر بشي خلص لأنه ما عندهوش موارد والمدة كبرت إن شاء الله اليوم في الندوة الصحفية نشوفوا موضوع زوز مواضيع حارقة أو ثلاثة صلاة الجمعة اللي طالبوا بها الناس الكلين هنا تعود يقول لك هاي الكورة رجعت شوفوا عملوا نظرة على وسائل النقل العمومي كيفاش نطبقوا البروتوكول وترجع صلاة الجمعة هذا يطلبينه أيضا المقايا وأيضا الخدمة اللي تخدم في الليل بجميع أنواعها من نزل ومن صهرات ثقافية فنية تنشيطية وغيرها هذوم طالبين العودة أنهم مشيكلوا الخبز كما تحدثت لكوتيديا عن هروب رؤوس الأموال وتساءلت كيف نسترجع هذه الثروات المهربة صحيح ما عرفناش نتعامل مع هذا الموضوع ثروات قاعدة تهرب علينا وبإمكاننا نسترجعها وبإمكاننا أنه نعمل الآليات اللي توفر استثمارها ويعد تذخها في وسط الاقتصاد الوطني الصحافة اليوم عنونت في حصيلة جديدة للإصابات والوفيات بالكورونا في الوسط المدرسي 27 وفاة و3278 إصابة 27 وفاة و3278 إصابة في الوسط المدرسي 27 مزيد من اليقظة هذا ما نقوله عندنا من نجم ونقوله حاجة أخرى لأنه الوباء في العالم والناس قد نرجع نقرأ ونقرأ وهذا واجبي نحو الجيلة الجديدة ونحو أبنانا معناه فبالتالي اليقظة وتطبيق البروتوكولات ونمشيوا للمدارس ونشوفوا الوضعية المتاحة والمؤسسات هذه في عنوان ثاني في جديدة الصحافة تساؤل أي جدوى من حوار وطني يشترط الفرز لانعقاده المقدمات مرتبكة والمخرجات ليست مضمونة ريت اللي قلناها قبيلك هو هذا اللي موجود يقول لك أي حوار أي جدوى من حوار وطني يشترط الفرز لانعقاده يجبنا نفرز وشكون ليشارك في هذا الحوار كان عملنا حوار بالفرز يجبنا نقبلو بعضنا نسكل ونحاوروا مع بعضنا نسكل يا سيدي نقبلو وبعضنا رانا تيرانا 11 مليون ساكل تيرانا قديش يا سيدي حتى كان 227 حزب قديش من حزب الناشط وقديش من قوة سياسية ضربة ومسلحة بليت مش نلتقيه على قاسمين خبزة قاتو يلا نشي بسرعي مع جريدة الشروق وتقول جديد الكوفيد في كامل تراب الجمهورية ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بالكورونا بعد أذراب القضاء وكتبت المحاكم الاحتجاج حق وتعطيل القضاء جريمة هي جريدة الشروق معنا حتى القضاء فانا مسك كنت وانا تبروها به نمشي أول جريدة المغرب تقول أمام التعادي السياسي المستفحل وتفاقم المطلبيات وصعود الشعبويات وتراجع موارد الدولة هل ما زال بالإمكان إنقاذ البلاد؟ ما زال والله ما زال أنا متفاعل أن ننجمه إذا كان نخدمنا على رواحنا إذا كان نتفاهمنا إذا كان نقلنا نحيو الحساسيات والعيدات ونحيو بمشاكل الظرفية والسياسية والإديولوجية والعقائدية وغير ذلك نحيوه ونحطه مصلحة البلاد قدم عينينا ونخدموه نثنين والرقبة ونخدموه والله نمنعوه والله نمنعوه بإذن الله اتساع رقعة الإضرابات العامة وإيقاف الإنتاج الطباء الصحة العمومية والقضاة والمهندسون والقيمون في إضراب واقتحام محطة ضغط الغاز بالقسرين ذو ما خارشو دخلوا صحيح دخلوا واقتحموا المحطة وبعد صارت بيظل المفاوضات معهم خارشو طوالبر الحمد لله خارشو ما وقفوش الأمور داخل المحطة خارشو طوال مع تسمين أمام المحطة لكن يأكد كونه الانفليت ولا كبير غدا إضراب عام ببلاية القيروان ومراسلة إلى رئيس الجمهورية لعقد اجتماع مجلس الأمن القومي صحيح لإضرابات الجهوية وحتى المحلية سند في قفص عم تضراب عام قبلها بيجة وتخلت القروان غدو إضراب عام أكهوبر المشي والعنوين جريدة الفانة ليفاظت الكاس الفانة هذه ليفاظت الكاس من عنوين جريدة الصباح رئيسة الجمعية تونسية للنساء الديمقراطية تقول رئيس الجمهورية معادن لحقوق النساء ويراهن على استعطاف القوى المجتمعية الأكثر تشددا هذا في تصريح في تصريح للصباح لرئيسة رئيسة الجمعية تونسية للنساء الديمقراطية واضح قبل أيام على الذكرى العاشرة للثورة احتجاجات منفلتة صوت الشارع قوي ومخيف اجتماع وشيك لمجلس الأمن القومي حان وقته تسائل لا لا يلزم فيه قالب تسائل لكن هو يلزم حان وقته في زوزنا نوحي الحركة الاجتماعية داي كيفية التحاور زادة مش مش نعمل المقاربة الأمنية فقط نعمل المقاربة القانونية مع تطبيق القانون وكيفية التحاور مع الناس هدومة لأنهم عندهم الحقرة عن نختلفوا خلافناك ونعاودوا نكرروا للمرأة الألف إيقاف الإنتاج وغلق الطرقات حاجة ذر بنا أحنا المواطنين التوانسي والذر بك أنت يا محتج أما احتجاجك السلمي والله عندك فيه الحق باش ندنادي بحقوقك بالخدمة بالأكل بالعايش الكريم عندك ألف حق ويزمنا نسندوق حق مشروع هذه استمعت إلى حم الهمامي كمدعا فرقة الأبحاث بالعوينا تبدأ التحقيق في قضية التأثير على الانتخابات عبر الدعاية الأجنبية والفيسبوك لا نعرف فهمها ولا نفهماش القضاء خليه اللي يقول كلمة في جلسة عامة برلمانية فهمها والله أعلم في جلسة عامة برلمانية لنقاش الميزانية تكفير تخوين ثلب هو شتم في حضرة وزير الشؤون الدينية في جلسة عامة برلمانية لنقاش الميزانية يمكن الحاجة جديدة أنه حاضر وزير الشؤون الدينية حاضر الشؤون الدينية في كل جلسة مش تلقى الخرجات هذية مش تلقى العركات هذية استنسنا متعاود متعرفت معناها متفاهمين ولينا كيف نتفرج يظهرني كما تصير تنستغربوا كيف تفرج في القناة الثانية ساعة من زمان ومساير حتى شي يشي قولتش بيها اليوم شو أعمل اليوم أكيد موضوع مش مهم تقولين أخشو إن شاء الله عركة ذي الكل يولي عركة على مصلحة المواتنة التونسي وإنقار